عاماني منذ اندحرت ميليشيا الحوثي من مركز مديرية حيس جنوب الحديدة عاماني والمعاناة مستمرة كل ما حدث أن المدينة انتقلت من عهدة الحوثيين إلى عهدة التحالف بانتظار أن تعود إليها الدولة فعلا في جردة حساب للثمان الذي دفعته حيس مقابل هذا التحرير المنقوص فقد خسرت المديرية نحو مئتين وتسعين شهيدا منهم مئة وواحد وتسعون مدنيا وقرابة أربعمائة جريح أغلبهم من النساء والأطفال لم يتم تأهل مشروع المياه الرئيس الذي يفترض أن يغطي حاجة نحو ثلاثين ألف نسمة من سكان المدينة ومنذ سنتين يعتمد الأهالي على خزانة إسعافية جلبتها بعض المنظمات تتكفل بنفقات تعبيئتها اليومية بمياه الشرب ولأسباب أمنية وأخرى لوجستية تتوقف بعضها عن الخدمة الأمر الذي يفاقمون معاناة المستفيدين رغم المزاعم الأممية عن تهديئة عسكرية في الحديدة إلا أن حالة حيس تنسف ذلك تماما إذ لا يكاد يمر يوم تقريبا دون أن يستهدف المدنيون فيتزايد عداد الضحايا على مرءا من التحالف والشرعية عسكريا يتولى اللواءان السابع والحادي عشر عمالقة وغالبية قواتهما من شباب حيس مهمة حراسة المدينة وصد الهجمات الحوثية عنها لكن قيادات في اللواءين أكدت أن قرار التقدم لتأمين المنطقة بيد التحالف وهو من يمنع ذلك على المستوى الصحي لم يتم تأهيل المستشفى الريفي الوحيد بل إن كادره تم سحبهم للمستشفى الميداني المخصص لجرح المعارك بينما المدنيون يعانون قلة الكادر وانعدام الدواء عدى بعض العقاقير التي يجلبها الهلال الإماراتي وتنفذ خلال أيام على المستوى التعليمي لا يزال نحو سبعة آلاف طالب خارج إطار التعليم نظرا لوقوع مدارسهم في نطاق الاستهداف الناري الحوثي ولالتحاق كثير منهم بالجبهة دفاعا عن مدينتهم بينما عشرات المعلمين لا يزالون نازحين من جملة مئات الأسر التي تعاني وجع النزوح منذ سنتين في انتظار استكمال التحرير واقع حيث دليل ماثل على فشل التحالف وإهمال الشرعية وبينهما يواجه المدنيون أقدارهم وكأنهم في جزيرة معزولة اشتركوا في القناة